بوج البان بوج البان ما عرفش هو لسه موجود في مصر لا أظن سافر كان موجود من أسبوع يعني تواصل معايا والقناس تضيفته كان في ضيافة كابتن إسلام الشاطر ولما رحت أجيب دومونيك كان في السقبالي في سيلفا وكان مفروض أنه أجيب لعيب تاني كان راح نلعي متعاون جدا مش متعاون هو شال قال لي لا مش هترجع على بلعيب ورجعت ابن مونيك دا سيلفا واحد من أهم اللعيب اللي جات كمحترف لكن شخصيته العصبية وقماص عطلته شوية لكن كان قدراته وكان سريع جدا كان لعيب ممكن ينجح بسهولة جدا ونجح معانا ما نقدرش يقول فشل حتى لما راح بعد كده الزمالك اعتقد انه هو برضه ونجح معهم فانيس دائما يعني شايل هامل نادي الأهلي زي دا جلبرتو لما روحت أنجولا جلبرتو دا كان ما سابنيش ثانية وكان همزة الوصل في كل تصرفات وده السحر او السر اللي بيرمط الأهلي بالمحترفين الأجانب لعبيه اللي بيحترفوا فيه بتجد ان سايب بصمة عميقة جواهم قوي قوي والنهاردة بنشوف آآ 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 أليو باجي آآ 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 بيكلم بيقول إيه ع النادي الأهلي كل ما تجيله فرصة وولتر بواليا وولتر بواليا بيكلم بيقول إيه كل ما تجعله فرصة ع النادي الأهلي معظم المحترفين ولكن حالة الشغف الذي يعيشوها أنيس بوجلبان بتذكرني بطريقة إحضاره أنا كنت في لجنة الكرة وبعدين بنتكلم 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 وبعدين ميستر مانو جوسيه قال أنا محتاج مدافع وأعتقد أني في خط الوسط وأعتقد أن فيه لعيب اسمه أنيس بوجلبان في صفاقص وأعتقد أن ده ممكن يسدلنا الحتة اللي إحنا محتاجين دي أنا تابعته لما لعبتهم قلت له كنا في لجنة الكرة قلت له مسلمان واستقريت عليه يعني أتواصل أخلصه قال لي بصل للجنة فقالوا لي أوكي إحنا موافقين وأنا في اللجنة عملت له تليفون دي حصلت معي مرتين مرة مع الكابتن أحمد فتحي مرة مع الكابتن أنيس بوجلبان خلص بتليفون وأنا يقعد في اللجنة أنيس تحب تيجي قال لي يا ريل قلت له خلاص هنبعت لك وأنا هجهزي العقود هتيجي هتلاقي كل حاجة جاهزة ما قال ليش بعتلي العقد أدريسه ما قال ليش حاجة مني قال لي وكي أنا جاي في اليوم الفلاني رحت قابلته في المطار كان فيه ناس بقى أصحابه عايزين ياخدوه من المطار ودي اتكررت أكتر من مرة على نادي الزمالك يعني حصلت مع الكابتن عمر زاكي بس أنا ما رحتش يوميها المطار كان فيه مندوب من النادي مش مع عمر نفسه مع الوكيل بتاعه وخده الوكيل وطلعه بيه على الزمالك أنيس قال لي هعمل قلت له لا هتطلع معاه دلوقتي ونطلع وطلعنا على القندة في الزمالك فندق في الزمالك كنت حاجز له قوضة وأنا قاعد عنده وابتدأ صحابه وجيله منهم الناس اللي كان عايزين ياخدوه زمالك الزاهر يعني فأنا بدي له العقد أرى أرى قمضي يا أنيس يخشوله القوضة ويعوده معاه ويتوششه معاه وهو يبتسم ويبصيلي كده قلت له بص يا كابتن أنيسي المغرب اددن الفجر اددن وإحنا قاعدين قلت له أنا هصلي الفجر هخلص صلاة الفجر عايزك تفضيل القوضة من أي حد موجود معاك لاني قدامك بعد ما صلي عشر دقائق لختم الصلاة حضرتك ها هاخد الورق وليمه واطلع النادي الأهل يا عليه توقيعك يعملوش توقيعك فبص كده وبصلهم خجلان منهم خلص صلاة وبعد اعتزاله عشان كده استحق كل التأدير نصر قرطاج كما نصر نصر